هاي يا جميع ازايكوا عاملين ايه فيديو النهاردة هو انتوا عارفين نهاردة الاثنين فده فيديو درس الانجلش النهاردة هندرتش كده مع بعض في حاجة طبعا منتشرة جدا وبالذات ممكن يكون في الاجيال بتاعتنا والاكبر شوية وهي الاخطاء الشائعة في النطق بتاع الانجلش انا هتكلم على خطأ واحد النهاردة يعني هاخد كل خطأ في فيديو هو خطأ يا جميع شعيع جدا ومنتشر جدا ولو اي حد سمع وده من الحاجات اللي بتبين قوي انت الانجلش بتاعك عامل ايه يعني ممكن تكون انت بتتكلم اوكي يعني عندك كلمات وعندك جرامر وانما الحتة اللي انا هتكلم عليها دي في النقط بتبين ان لأ ان انت الانجلش بتاعك مش كويس النقط بتاعك مش حالو اوكي وهي الغلطة الفضيعة بتاعة ال-P وال-B والفرق بين ال-P وال-B اوكي قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا الهاشير وتفعلوا الجرس تعالوا بقى نبدأ في الموضوع الكبير ده اللي انا بلاقي فيه ناس كتير جدا عندها المشكلة دي بصوا يا جماعة ال-P وال-B احنا في المد يعني او فبعد المدارس زمين كانوا بيعلمهمش بالاصوات كانوا بيعلمهم بالحروف اوكي زمين كان التعليم الحاجة بالحرف مش بالصوت او النطق الحرف طبعا دلوقتي مع الاطفالنا كلنا اللي عنده اطفال للموضوع اختلف طيب كانوا دايما يقولوا ايه P تقيلة وبي خفيفة صح الكلام ده كان اكبر غلط عشان كده انا مقتنعة ان ممكن يكون تسعين في المائم المشكلة دي مشكلة المدرسة المفوف ما فيش حاجة اسمها P تقيلة وبي خفيفة والكلام ده هو P و B P اللي هي ال P for pen و B B for boy اللي هي اللي احنا نقولها الخفيفة اوكي ما ينفعش طفلة قوله P بي تقيلة وبي خفيفة لأ انت تقوله P هو هيفهم خلاص و B تمام طيب انا اللي هي عندي المشكلة دي خلاص already والله حصل حصل وانا خلاص من الناس اللي ممكن عندي المشكلة دي طب اعمل ايه عشان اصلح الموضوع ده في حاجة يا جماعة في علم النفس اسمها ارتباط شرطي اوكي معلش اسمحولي بس اقولكو النبز صغير عن الموضوع ده لانه هيفرق في كل حاجة مش بس في موضوع P و B ارتباط شرطي يعني لما يكون في حاجة انت عايز تحفظها وحاجة مش عارف تعملها وعايز طول الوقت تفكر نفسك بيها تقوم تربطها بحاجة تانية انت بتعملها كتير مثلا حد عايز يشرب مية يزود يشرب مية كحاجة صحية يشرب مية كتير وبينسى فيعمل ايه يقوم يربطها بالصلاة انا بعد كل صلاة هشرب كباية مية خلاص ارتبطت بالصلاة بقيت كل ما اصلي فرد اروح اشرب كباية مية خلاص مفيش مجال ان انا انسى تمام لان انا عملت ارتباط للاتنين مع بعض نفس الفكرة بالنسبة للتعليم ومش بس في الانجلش في اي حاجة لو بتعلم ابنك او بنتك اي حاجة وحاسس ان هو في حاجة مش قادر يحفظها في قاعدة في مادة معينة مش قادر يحفظها اربطها له بحاجة تانية فيبدأ المخ يعمل زي combination كده بين الحاجتين فالدنيا تبقى اسهل معي وما ينساهاش بسهولة يعني لو تفل صغير مثلا عايزوا يحفظ كلمة bird مثلا اوكي هتجيب له عصفورة في البيت هتجيب له صورة عصفورة اوكي وتخليه يربط الصورة دي بكذا وتقوله كل ما تشوفها عصفورة قول bird فهيبدأ انه كل ما يشوفها عصفورة يقول bird فهيحفظ خلاص الدنيا بقى فيه ارتباط شرطي نفس الكلام بالنسبة لخطأ ال-P وال-B خلاص P اشهر حاجة لل-P pen مثلا و-B boy اوكي 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 مثلا اقول جملة زي give the pen to the boy give the pen to the boy يعني ادي الألم للولد اوكي طيب اكتب الجملة دي في فرقة وهتعود مثلا ليكي بقى اللي الأمة أو الأب أو حتى الأطفال اللي عندهم مشكلة دي قولو لهم مثلا كل ما هتيجو تشربوا مية هتقولوا الجملة دي اوكي give the pen to the boy give the pen to the boy مثلا خمس مرات اوكي وبعدين خلاص هتشرب كل ما تيجي تشرب تام من كذا او كل ما تيجي مثلا قبل ما تنام بالليل قبل النوم لازم تقول الجملة دي مثلا خمس مرات او عشر مرات كل ما تيجي تلعب كل ما تيجي تاكل اللي كاندي المهم انك تربطها بحاجة يكون الطفل بيعملها كتير ولو انت أم أو أب حاجة تكونوا بتعملوها كتير مثلا زي ما بقول الصلاة الأكل المية لو حد بيشرب شاي كتير بعد كل كبايت شاي اروح او قبل ما اشرب الشاي اروح ايل الجملة دي خمس مرات مرة في مرة وانا قصدا ان الجملة يبقى فيها البي والبي مع بعض عشان اللسان ياخد على ان دي بي ودي بي دي بي ودي بي ان هو يفرق بين الاثنين في نفس الجملة تمام فاحنا لو عملنا الكلام ده هتلاقوا نفسكم بتعملوه مثلا كل يوم حوالي 15-20 مرة مع الوقت يعني بعد ممكن يكون أسبوع او حسب بقى طبعا امكانياتك او حسب فكرة المهارة اللغوية اللي عند الشخص طبعا بتفرق من حد لحد حسب التزامك بالموضوع كل ده هيخلي يعني مش أكتر من أسبوعين وهتبدأ تلاقي نفسك خلاص اتبرمكت على ان دي بي ودي بي اوكي والموضوع ده زي ما قلت مش بس عشان الغلطة دي الموضوع ده انت ممكن تعمله في أي حاجة في الدنيا عايز تفتكرها أي حاجة في الدنيا عايزة تعمليها أي حاجة عايز تحفظها لابنك وهو مش قادر يحفظها قاعدة مثلا من قواعد الماث أو أي حاجة مش قادر يحفظها اربطها له بحاجة تاني كل ما تيجي تاكل وتسمع القاعدة فهتلاقي لاقيرا دي واحدة واحدة الحاجة بتلزم وده كان الفيديو بتاع النهار ده وأتمنى انه يكون يا جماعة مفيد بالنسبة لكم لانه بيفرق جدا لو رحتي أي لو انت بنوتة أو ولد ولسه حتشتغل ومسه هتروحوا انترفيو شغل البي والبي من الحاجات اللي ممكن تخليك متتقبلش في الوظيفة لو هم بيدقاوا على اللغة لان هتبين ان انت لغتك مش حلوة واذا ربعا تعرف كلمات مش عارف دي من الاخطاء الفضيعة في اللغة تمام وده كان الفيديو بتاع النهار ده يارب يكون مفيد بالنسبة لكم ما تنسوش تعملوا اللايك وإعلقوا تحت اكتبولي بي و بي أو اكتبولي جمل فيها بي و بي مع بعض وحاجة تكون انتو بتعملوها كتير بتعملوها زي ما قلت ارتباط شرطي وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وما تنسوش يوم الاتنين الجاي ان شاء الله في درس انجليش تاني بسيط بس مفيد واشوفكوا في الفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة